السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله العظيم أنا ما عارفة أعمل لها إيه والله العظيم كمال مرة أنا ما فيه في إيدي حاجة أعملها لها أنا يا جماعة والله ما عارفة أعمل إيه قولولي يا جماعة على حل قولولي على حل عشان أنا يعني هي من دمي مش قادرة أقول لكم هي مين هي حد قريب مني ومن دمي مش بنتي بس يعني حد من دمي وقريب مني وبيشتغل هنا في مصر وبقالها كتير هنا في مصر طبعا انا مش قادرة يعني اجرح حد واقول هي تقرب لي ايه لكن انتو اكيد فاهمين وعارفين هي تبقى مين تمام دلوقت الموضوع يعني بقى صعب جدا 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 ويعني مش عارفة يا مفروض ان الناس تقرب بنا يا ست الكل ده انت لو عندك كلب ولا عندك قطة ولا عندك ولا كلب ولا قطة لو عندك جماد يعني لو شجرة قدام بيتك بقالها خمس ست سبع سنين وتقطعت انت هتزعل عليها هتزعل عليها وهترعيها وتشربيها وتعمليها وتتمي بها صح يا جماعة ولا انا غلطانة مستنقوا يا جماعة في التعليقات تقولولي المهم عشان بس ايه يعني اقول لكم تمام طبعا انتو حبايب قلبي وانتو بعد ربنا سبحانه وتعالى انتو مؤادة مؤايلها كلكم في الغلاوة دي لان انتو دايما بتسمعوني ودايما بتسألوني ودايما انا بخو بتواصل معكم يوميا يمكن بتواصل معكم اكتر ما بتواصل مع اهلي فربنا يا رب يكرمكم ويدومكم في حياتي نعمة المهم النهاردة ايه بقى النهاردة ايه النهاردة فرح يا جدعاء ايه النكد ده المهم الناصر اخذتنا على مشامنا يا جماعة عشان ما انساش بنسى بقعد اتكلم في اي تفاهة كده وبنسى الحاجة المهمة اللي انا عايزة اخذ رأيكم فيها طبعا حبايب قلبي الغسيل ده هذا الغسيل انا باجي يوم اجازة بس يعني يوم اجازة باخده باجي يلاقي غسيل الكمباون كله متلان انتو خدوا بالكو انا مش بطابة ده انا بقى حبايب قلبي انا بقى بقى نقض الغسيل يعني لو اخذ الغيارات لوحديها واللي هيتكول وحده واللي هيترمل وحده كله كده ده نقضي غسيل بس والفوت بركينها على جنب لكن انا لو فضلت يعني عامل الفيديو انتو هتملهم وانا هنتحر وانا اخذ الغسيل ده اقعد بفسوق الثلاثة ان دايما اقول للمدام كده لا يا مدام انا يا مدام هاخذ الغسيل في سوق الثلاثة يا مدام مدام انا تعبت خلاص يا مدام شعر وقف يا مدام رغم ان انت عارف يا مدام ان انا قرع تمام يا حلوين تمام المهم ان شاء الله يا رب يجعل يومكم خير وسعادة وامل وتفاؤل وكل حاجة طيبة ويصلح حالنا وحالكم يا رب يا رب يجعل القليل في ايديكم كتير ويصلح حال بلدنا يا رب اصلح حال الامة الاسلامية كلها يا رب اصلح حال شبابنا كلهم يا رب عد الغم على خير يا رب عد الايام دي على خير يا رب عد الايام دي على خير يا رب اصلح لنا الحال واصلح لكم الحال ويكفينا ويكفيكم شر المستخبي اللهم امين يا رب العالمين حبايب قلبي بطلب منكم الدعاء كل يوم في الايام المفترجة لدخل علينا كلها يا ولاد شهر ولا شهر ونصر ورمضان جاي هل علينا ايدوا يا ولادنا ربنا سبحانه هو بيد ربنا والله العظيم بيد ربنا لا دولار ولا اطران هو بيد ربنا سبحانه وتعالى يسر لنا الامر ويسلح لنا الحال اللهم امين يا رب العالمين المهم حبيب قلبي زي ما انتوا شايفين الروتين ده اللي انا ايه طبقت شوات نقطهم بس كده هطبق بعدين كده في الرواءين كده ما خلص يعني ده لو خلصت بازن الله هنا حبيب قلبي دخلت على الجنينة علشان طبعا الجنينة طبعا انتوا عارفين في مطرة وكده عشان الفرش ما يكام كمشي ويتبال احنا مغطيينها وقلت طبعا الفرش السيء جدا نظفت من فوقي كناست وجبت الشرشوبة بمية وعملت وكمان البلكونة اللي عند المطبخ كذلك الامر هعملها وكمان الفيديو النهاردة هو شامل بين ايه بين ده يعني ايه برضو فيه شغل انا عندي في البيت يعني ايه هتتضمن هزا الفيديو حلوة هزا الفيديو المهم يا جميع بطلب من الناس لو بوداد لو فيه ناس طبعا انا دايما لما بقول كده صحابي وحبيبي ونور عيني بيقولوا الناس احنا متفرج على الفيديو من الاول الاخر الاهي يستركم ويكرمكم ويجعلوا في مزان حسناتكم يا رب امين يا رب العالمين اما الناس الجديدة اللي بتخش عندي اتمنى منها بس ان هي حتى لو مش عايزة تشترك في القناة طبعا يشرفني وساعدني ان هم يشتركوا لو مش عايزين يشتركوا في القناة يشاهدوا بس يا جماعة خمس ده من الفيديو يا رب يجعلوا حتى في مزان حسناتكم يا ولاد يعني انتو هتساعدوني انا في ال ممكن ربنا يا ولاد كتر اللايكات يا ولاد يعني كتر اللايكات يكرمني ممكن يجي من وراها رزق ممكن اليوتيوب يقترح القناة وربنا يكرمنا من خلالها يا جماعة واللي بيقف جنب حد ربنا سبحانه وتعالى ما بيضيعش يعني تعبوا خير اجازكم الله كل خير المهم عشان اخش في الموضوع زي ما قلتلكوا كده تمام اللهم صلي وسلم عليك سيدنا النبي ودعو لي يا ولاد بالصحة لانه والله العظيم محيات ربنا والصباح اللي احنا فيه انا مشي بالمسكنات يا ولاد انا مشي بالمسكنات لا انا لو قعدت هعمل ايه في الظروف دي مش هينفع يا ولاد القاعدة مش هينفع اي حد ربنا يعينه على عمل وعلى شاءه يا رب ربنا يعيننا كلنا على شاءه وعلى تعبنا سواء كانت ست بيت او عاملة او موظفة ربنا يعين الجميع امين يا رب العالمين المهم انا دلوقتي قريبت دي يعني حصل معاها طبعا هي زي ما قلتلكم انا قبل كده كلمتلكم في فيديو عنها وقلتلكم ان هي كان فيه اوضة بينايموا فيها الكلب اوضة بينايموا فيها الكلب و اوضة تانية كذا شاعة هو بيت عيلي يا جماعة وكل واحدة من الاهل العائلة عندها شغالة تمام فيهم لهم اوضة تحت فيه شاعة تحت فيها كراكيب الكراكيب اللي هم حطينا مفضين اوضة من ايمين تلات نسوان فيها لما اخذة تلات شغالين فيها طبعا قريبت دي مش بتعرف تنمع دول دول بيعودوا السهر ومشباب صغيرين بنات يعني صغيرين يقعدوا السهر ويتحكوا ويتفرجوا التلفزيونه قريبت دي بتشتغل قريبت دي قدم واحدة فيهم بقالها سبع سنين انا اللي موديها الشغلاناتي انا يعني اللي بفيت بها لحد ما شبت لها شغلانة تبه مريحة المهمة البيت اللي هي شغالة فيه فيه تلات بنات في بنتين هي كانت راحت لما راحت كانت الست دي حامل هي قعدت مع الست لحد الست ما ولدت وربت لها البنتين دول وفيت بيت كبيرة شوي البنتين الصغيرين دول روحهم في قريبت دي روحهم فيها بيحبوها جدا وهي اللي مربيهم هي اللي بتاخد بالها وبتأكل وبتشار هي شغالة في البيت دي تنظف وتطبخ وتراعي الاطفال دي والاطفال بيحبوها جدا هل هل ينفع ان البنت الكبيرة يعني مهزقها بطريقة غريبة جدا الغرابة الطريقة يعني انا قلت لها سجلي انا قلت لها سجلي والله العظيم بيحب اللي الكعلمتا وقلت لها سجلي الشتايم وقلة الادب دي سجين البنت بترد عليك وبيت قلت الادب انا معرفش الام يعني يا جماعة هو التربية فلوس ودراسة في المدرس الاجنبية انتو شايفين كده انتو شايفين يعني التربية دي يا جماعة يعني الانسان مهما كان ده زمان كانوا بقولونا احنا عيال صغيرين الأدب زينة ولو كان في بيما تخيلوها الأدب زينة ولو كان فعلا في بيما ما بالي الإنسان يعني الناس النهاردة بتهتم باللغة وبتهتم بال بي 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 إزاي أنا أهتم بالتعليم وبنتي إسلوبها مش حلو معلم بنتي يا جماعة ما ينفعش ما ينفعش واحدة دي اللي أنا بقولوكو عليها دي قريب دي دي أكبر مني باربع سنين يا جماعة النهاردة عندها 64 سنة 64 سنة أنا من سن جدتها البيت إزاي ترد عليها بقيلة أدب وتحط لها دهف وسطها وتقول لها محمد أنت تابخي أم محمد البيت قريبت تخش تحط حاجة في القوضة تقول لها قفل باب وراكي بتتعامل معاك إنها هي يعني البيت بتعامل معاك إنها واحدة كبيرة وقريبت دي كل شوية البيت تحرق دمها وقريبت تعايت طب قريبت جالها الضغط من ساعة ما راحت عنده مستنيني جيلها إيه تاني جيلها القلب ولا جيلها إيه أنا مش قادرة فهم يعني 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 قريبت دي سبت لها الشغل يعني حصل بسبب البيت دي وسبب المشاكل دي سبت لها الشغل من كم سنة وراحت قعدت في البيت والصراحة شفنا لها شغل تاني واشتغلت بس الشغل اللي راحته يا جماعة مرتحتش فيه وهم اتكلموها تاني وقالوا لها رجعي والبنات مسكوا فيها بقوا يبوسوا فيها العيل الصغيرين بقت وحشاهم جدا عملين يبوسوا فيها يعني كان موقف تخلي الغريب والقريب يعايت على الموقف يعني كأنها أمهم لأن مولودنا على ده يا جماعة فالستة دي لما أغزة يعني اللي هي يعني مربيلك ولادك يعني مفروض دي تبقى أمك تبقى أمك التانية ماينفعش تخلي بنتك يعني أنت مدلعة بنتك دلعة براحتك بس ماينفعش تغلط في الايه في واحدة كبيرة زي دي اللي حصل إن في حاجة كانت معا أنا هنا دخلت على طبعا المشهد ده أنت وما شفتهوش أنا جبتلكم التلاجة قبل كده في الآخر في الفيديو اللي قبل كده لكن طبعا التلاجة الفريزر يا جماعة بنضفه معاكم الفريزر إحنا كده كشعب كده على قد وغلبان يعني لو ما تفضل منك تحطها سلقت فرخة ولا سلقت لحمة ده في الأحلام زمان يعني سلقت لحمة أو فرخة بيفضل شوية مرأة ولا بتاع تحطهم في كسو طول يمكن نعمل بهم حاجة وترمي ترمي التلاجة كلها فيها حاجات ما تنفعش خالص لقمتين بايشين شوية مرأة مش عارفة شوية ايه كل ده كله اللي ترمي ولا رحل القطط كلها كلها حاجات ما تنفعش شوية دهون شوية ما عرفش ايه يلا الحمد لله المهمة حبايب قلبي قوموا يا ولاد اتنشطوا معايا يا ولاد اتنشطوا مع الخالة نصر يا ولاد يا ولاد زقوا الأيام معايا يا ولاد تبزقوني أنا معلش حبايب قلبي أنا تخنت شوية وانسيت ان انا قلبي استشيرتي طويل في ناس كلموني في التعليقات وقالولي يعني يعني قطر خيركم جزاكم الله كل خير بس والله العظيم فانا تخنت شوية مش عارفة من السعادة ورحت البال اللي انا فيها فانا تخنت شوية وطبعا يا جماعة مش رغم ان انا الوحدي انا مشلش انا ها شايلة هم بنتي وشايلة هم تصدقوا بالله والله والله العظيم انا شايلة هم الدنيا كلها يعني انا بزعل على الغلو بزعل على ده لان اي احنا يا جماعة بشر على وجه الارض احنا مش شياطين طبيعا نتأثر بالغلو طبيعا نزعل على نفسنا وعلى بلادنا وعلى احوالنا مفيش في ايدنا حاجة بس ده كله بيأثر على نفسة البناء ادم واهو مؤثر على نفستي والجلبية مسكتة على اي عمل اكتر من كده بزملكو فيه علامة اكتر من كده من الزعل يا ربي المهم يا ولاد المهم دلوقتي انا قلت القريبت دي من فترة والله العظيم انا كلامي يعني انا مش بدحك عليها وبقول لكم الحقيقة والله والله انا كتير قلت لها تعالي يا بنتي نقعد مع بعض احنا اتبرنا احنا الاتنين احنا بنقى احنا لا حملة شغل بيوت ولا مرمطة بيوت الشغل يعني اي شغل في اي بيت يعني او ما بيدوكم مرتب عشان ايه عشان تشيلي وتعملي يعني انت محتاجه لهم وما محتاجي لك بس انت صحيتك اهم من كل حاجة انا شوف لنا اي حاجة يا بنتي سمعت ان فيه فنادق بتعملي يعني سمعتها كتير دي من زمان بسمحها ان انت تعم تجيبي حل تجيبي محشي وحاجة محشي وتلف وتزبطي وتدوم الحلة دي ولا الحلة تندل وتدوم اكلك وبعد كده وبعد كده بدوكم الرز ودوكم الخضار ودوكم البتاع وبتاخد فلوس على الحشوة واللفة والكلام ده تمام سمعتها والله قلت لها القريبتي ده وقلت لها تعالي يا بنتي رزق ورزق على الله نقعد انت وحدانية وبدل ما تروح في شقةك اللي عاملة زي القوضة وصالة دي من دخل بعض في الدور الارض عاملة زي المقبرة تعال نعيش مع بعض حبيبتي ورزق ورزق على الله وقدينا ست الشقة مقفولة علينا واحنا اتنين ولاية وانساعد بعضنا حبيبتي وانت هتبقى قعدة في الارض وننزل اجيب الطلبات وانساعد بعض قلت لها رفضت باوري لكم الغسالة بص الميا باوريها لكم باوري لكم الغسالة مش شغلة والحمد والله ما استعملتها يا جماعة والله ما استعملتها سبحان الله والله العظيم ارش كله شقة والله العظيم ارش كله شقة زي ما انتو شايفين كده يعني ولا من القناة ولا من البتاع والله زي ما بكلمكم والله ما فيه تعريفة في الغسالة من اليوتيوب والله كمان مرة عشان فيه ناس بتقول لي انت بتجيبوا مشاهدات عالية وبتجيب يا جماعة او الناس اللي بتخش تقول لي الكلام ده اتوا ربنا قولوا دي ست يعني بتسع بتسع على اكل عيش هادعونا دعوة طبعا انا مش بقص اغلبية الناس كلها طيبة واغلبية الناس كلها على دماغي من فوق انا بحبهم جدا او بحبكوا جدا لكن فيه ناس قليلة شر كده صراحة اول ما واحدة فيهم بتجي تقول لي كلمة انا روح على طول بعمل عليها بلوك بخرجها من القناة يعني ما لا تعرف تكتب لي كلمة وحشة ولا حلوة بتتفرج على الفيديوهات انا مفيش فيه ده حاجة اللي سيوب مش بتاعي بتتفرج لكن انا بقاش حبها انها يعني تكتب لي تعليق وحش ولا حلو فربنا يا رب يكفينا ويكفيكم شر العين الوحشة ويكفيكم شر المستخاب اللهم امين يا رب العالمين تمام حبايب قلبي فانا والله العظيم ما عارف اعمل ايه بتعايت كل شوية وتقول لي اعمل ايه البت ورايا البت بتدايقني البت اقول لها فين يا فلانة البتاع اللي معاك بتقول لي اخ الكلام بتقول لك كان فيه حاجة بيستعملوه في المطبخ جت تدور عليها ما لقيتهاش فسألت هاتلال بتاع دي كانت معاك مبارح لما دخلت بالليل تعملي كذا ودتيها فانا قالت لها ما عرفش ما شفتش حاجة تأخرت البتجاز لقيتها ورا البتجاز اتلالة اما لما وقع منك مش تقول لي اتلالة فيش حاجة وقت مني رغم انها مستعملة لحاجة دي فراحت قريبت قالت لها يبقى امي بقى اللي جات استعملتها قالت لها اه ممكن تكون امك ففي عيلا لسانها زفر كده وترد على واحدة قد جديتها وتحط ده في وسطها وتتنقور عليها وتشخط فيها يعني مش قادرة اقول لكم على الحوارات اللي بتحصل لان طبعا انتوا ايه ما زنبكوش حاجة فالحل قلت لها سجلي لها قلت لها امها قاعدين وشغل التسجيل قدامهم بيبقى بلسان بنتهم يقدروا يمسكوا على بنتهم ويربوا بنتهم يسبي بقى الشغل وتعالي عندي ورزق ورزق على الله اعمل ايا جماعة ما هي برضو صعبان علي ما هي من دم صعبان علي اعمل اياه فيش في ايه ده حاجة اعمل المهم حبايا بقلب اللون ايه الحل تعمل ايه مع الناس دي تعمل ايه ستين سنة هل ينفع ان انا غير من عيلة عمرها اربعتشر سنة او طلعتشر سنة يعني اغير منها لاي اغير من واحدة من سني من واحدة قل مني شوية بسنة باتنين بعشرة لكن اغير من عيلة عيلة يعني ازاي غير من عيلة دي عيلة لمؤاخذة في الكلام مش متربية يا جماعة لا ماينفعش كده ماينفعش وبعدين هيسبتلكوا الشغل وانتوا تحيلتوا عليها ورجعتوها تحيلتوا عليها تزلوا فيها كل الامراض نص الامراض اللي عندها جات من عندكم منتوا من حرق الدماء وقالوا الناس بتشتغل عشان تساعد نفسها وتسطر نفسها ما تمدش دها لغريب ولا قريب ولا يعني تزلوا فيها حرام ده ربنا مايرضاش بكده والله يا العظيم ربنا مايرضى بالظلم ابدا والله يا ربنا مايرضى بالظلم ابدا كفاية الايام الصعبة وكفاية التوقف الصعب اللي احنا فيه فيبقى فيه شوية ترحمة عند البشر شوية والله حبايب قلبي في التعليقات انا اسفة طبعا ان انا بتكلمكم في الكلام ده بس ايه يعني انا ماليش غيركم بعد رب العالمين اتكلم واخد ود معكم فربنا يا رب يجازيكم كل خير ويستركوا ويسلح لكم الحال ويكفيكم شر المرض وشر المستخبي امين يا رب العالمين يا رب ما يحرمني منكم ولا من دعواتكم ولا من ودعولي يا أولاد ادعولي كده ان انا ارجع زي الاول لصحاتي الاول كده ادعولي يا حبايب قلبي عشان ما مدش ادل اي حد وما تزلش لأي حد ربنا يا رب يستركم ويكرمكم ويصلح لنا الحال ويصلح لكم الحال ويصلح للمسلمين كلهم الحال يا رب العالمين اشوفكم على خير في فيديو جديد والسلام عليكم رحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة